مع كتاب الله وفي سورة النساء نلتمس منها الهدى يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يقرر حقيقة كونية إيمانية كونية لأننا نشاهدها ونحياها ولا ينكرها إلا جاحد وإيمانية لأنها حقيقة يخبر بها الله سبحانه وتعالى عن نفسه فيقول ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسه أو المطئر ولولا فضل الله عليكم عليك كذا يبقى تعرف أنها حقيقة كونية وحقيقة إيمانية ربنا سبحانه وتعالى له فضل على العالمين وبينبهك إليه فأنت شايفه هذه الحكاية أنت شايفه يبقى لازم تكون شايفه لا ينكره إلا جاحد ما هو في ناس كده إحنا في النهار يقول لك إحنا في النهار إحنا مش في النهار أقم الدليل على إن إحنا في النهار هو إحنا في النهار وبعدين فالشعر قال إيه ولا يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل يا الله وبعدين بقى في كلام المجنين ده النهار هو قال لا فبيمكن الحس ربنا بيستجيب دعائنا ما فيش واحد فيكم إلا ربنا استجاب دعاء يقول لك أنا معرفش الحكاية دي نستعرف إزاي ربنا بيسترها ما فيش واحد فينا إلا رمى ربنا استطر إحنا هندحك على ربنا ربنا سبحانه وتعالى سطرنا كلنا وبيحبنا كلنا واستجاب لنا كلنا فإذا ولولا فضل الله لسه مش أنكمل هي بس العبارة كده ولولا فضل الله يبعى على طول حقيقتين حقيقة إيمانية وحقيقة كونية مشاهدة عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك همت بس هي ما همتش ما حدش فكر أنه يضل النبي طب ليه ما كانوا دبروله تكبيرة قعدوا معاه جلسة عملوا معاه منقشة فتحوا معاه حوار وبعدين يا علي عملوا كده معاه حاجة ما حدش هم يعمل كده قال وده ماشي كده ما حدش بيقوله انت راح فين مع انهم بيحربوه بالسلاح طفين الحجة بالحجة ولا فين كذا ما فيش حاجة غريبة جدا العرب دول مين هم كان فيه فرصين والفرصين والفرصين دول كان اسمهم داحس والغبراء وداحس والغبراء دول خلوا قبيلة عبس وقبيلة ذبيان يهو على بعض لغاية ما كاده انه هم يفنوا بعض كل دول علشان عشان جزح صنا طب ما نسيبه حكم وجوز الاحصنة وبلاش القتل العجيب الغريب الدم ده لا بمسألة كرامة دول يجي واحد ما هواش من زعمائهم ويخليهم يدخلوا في دين الله افواجه دول يروحوا يحربوه في مكان بدر في المدينة على قرب المدينة كده احد في المدينة الخندق في المدينة رايحين يضربوه 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 وما فيش فايدة ايه ده ايه اللي حصل ده تأييد اللي حصل ده معونة ربانية اللي حصل ده معجزة شايفينها بقى ولا مش شايفينها هم مبتوع دحس والغبراء دول لما كان واحد يخرج فيهم بالشكل ده ويه حربوه كانوا يسكتوا طب ما لين اللي خلاهم يسكتوا ربنا سبحانه وتعالى اهو ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم الهاجز ده معناته ايه الهاجز ده معناته انه صورة مشت في ذهني كده هاجز المصحف جهه قدامي ومشي كده وفي خاطر ايه الخاطر قال لك الخاطر انه المصحف يقف بقى كده ايه ده لا انا فيه مصحف هنا فيه ايه خاطر خطر في بالي المصحف وفي حديث نفس الله يعني عايزني اقرى المصحف طبعا انا هقراه دلوقتي لا مش دلوقتي اخر النهار اول النهار بحدث نفس وفيه هم انا عايز اقرى يبقى شوية اكتر شوية كده وفيه نية انا نويت اقرى النية عزمه مؤكد ده يبقى الدرجات كام خمس والهم نمر كام نمر اربعة اللي هو يريد ولكن لا يعزم مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الاخير ففيه الاخذ قد واقع والى لقاء اخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته